مشاهدين الكرام في كل مكان برحب حضراتكم بحلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب من فترة تناولنا في أكتر من حلقة موضوع العهد القديم وأن العهد القديم يعتبر جزء أصيل من كلمة الله وإعلان الله لنا وقلنا أن العهد الأديم هو الكتاب المقدس الذي استخدمه الرب يسوع وأن كل الكتاب موحى به من الله وكلمنا عن وجهة نظر المسيحي تجاه الكتاب المقدس أو تجاه العهد القديم بالأخص وكمان كلمنا في حلقات سابقة عن مخطوطات العهد الجديد في حلقات كثيرة وتكلمنا عنها بالتفصيل نهاردة هبدأ في موضوع مهم وهو كيف وصل إلينا العهد القديم إزاي التسعة وتلاتين سفر اللي بيحتوي عليهم العهد القديم وصلوا إلينا كيف كتبوا ونسخوا وترجموا وكيف وصلوا إلينا في صورتهم الحالية اللي احنا أول لما بنفتح الكتاب بنقرأ الليستة الكبيرة تسعة وتلاتين سفر من أصفار الكتاب المقدس اللي بيحتوي عليهم اللي بيطلق عليهم العهد القديم ده موضوع مهم جدا موضوع يهم كل باحث في كلمة الله موضوع يهم كل شخص بيدور على إجابات أيضا لبعض الأسئلة المهمة كيف وصل إلينا الكتاب المقدس أو العهد القديم بأي لغة كتب وهل لما كتب موسى كانت هناك اللغة يعني موجودة وهل اللغة كانت مخترعة أو الحروف الأبجدية كانت موجودة إلى آخر هذه الأمور المهمة وهل كتب على بردي ولا كتب على جلود ولا كتب على إيه وإزاي تناقل من جيل إلى جيل وكيف صار هذا العهد القديم يعني الأصفار القانونية صارت هي أساس إيمان اليهود وأيضا جزء مهم في أعلان الله لنا في العهد الجديد كيف كتب وكيف وصل إلينا فيه ثلاث مراحل مهمين جدا بيمر بيهم الكتاب لحد ما يوصل إلينا بيمر بمرحلة الكتابة وأكلم شوية عن الكتابة في القديم وكيف كانت بالأخص ما يرتبط بالعهد القديم نحن نتحدث عن ثلاث تلاف وخمسمائة سنة إذا اعتبرنا أنه أول أصفار كتبها كانت أصفار موسى الخمسة وكتبها موسى بعد الخروج من مصر فأحنا بنتكلم تقريبا عن ثلاث تلاف وخمسمائة سنة ألف وخمسمائة سنة قبل الميلاد مرحلة الكتابة كيف كتب وبأي لغة كتب وهل كانت الكتابة في ذلك الوقت يعني معروفة وهل كانت هناك حروف أبجدية استطاع موسى أن يستخدمها لكي ما يكتب بيها وما هي المراحل التي مرت فيها اللغة وكيف تحولت أو تطورت اللغة إلى الوضع الذي نقرأ عليه اليوم نص العهد القديم وبعدين مرحلة النسخ كيف كانت تنسخ المخطوطات قديما وثم مرحلة الترجمات كويس دول أن نحاول نغطيهم في هذه الدراسة مش النهاردة لكن في هذه الدراسة عن كيف وصل إلينا العهد القديم أنا عارف ممكن البعض يرى أنه المعلومات يعني شوية أكاديمية شوية ممكن يصاب بالملل كويس لكن أعتقد أنه أي شخص باحث دارس بيبحث في هذه الأمور وبيدور على أسئلة مهمة متعلقة بالعهد القديم هذه السلسلة من الدراسات هتكون بالنسباله شيقة جدا فنحن يعني بنعمل حلقات تظل للتاريخ ويستفاد منها الدارسين وترد ونرد من خلالها على الاعتراضات الكثيرة التي يوجهها البعض للعهد القديم شوفوا أول سؤال كم من الوقت استغرق كتابة العهد القديم يعني أود كتير أن نتخيل أن العهد القديم ده وصلنا في يوم وليلة كويس لا ما وصلناش في يوم وليلة العهد القديم التسعة وتلاتين سفر استغرق كتابتهم تقريبا تقريبا الألف سنة ألف سنة أنتم متخيلين يعني لو اعتبرنا أنه موسى هو كاتب التوراة وأنا أؤمن شخصيا بهذا كويس وموسى كتبها بعد الخروج من أرض مصر والخروج تم سنة ألف ربعمية ستة واربعين قبل الميلاد وأنه آخر أصفار العهد القديم كتبت ربعمية سنة أبل الميلاد يبقى أنا عندي من ألف وربعمية ستة واربعين إلى ربعمية قبل الميلاد يبقى أنا عندي قرابة ألف سنة ألف سنة فترة زمنية طويلة صح؟ يعني فترة زمنية تغيرت فيها ممالك تغيرت فيها أحوال سياسة يعني اقتصاد تغيرت فيها إسرائيل من مجرد مجموعة خارجة من أرض مصر إلى مجموعة مستقرة في كنعان إلى أنها أصبحت مملكة والمملكة انقصمت وأتى أنبياء وأتى ملوك فترات كثيرة ومر عليهم ممالك أخرى مر عليهم يعني مصر ومر عليهم أيضا الأشوريين ومر عليهم البابليين ومر عليهم ماديو فارس يعني هم نتكلم على فترة زمنية ليست بالقليلة ألف سنة العهد الأديم استغرك كتابته ألف سنة وليلين جدا كانوا معاصرين لبعض من كتاب العهد الأديم يعني ممكن نقول إنه هو شع كان معاصرا لإشعياء يعني ده تاريخيا صح أو نقول إنه دانيال كان معاصر أيضا لأرمية بس واحد كان في بابل واحد كان في أرشالين ونقدر نقول إنه حسقيال كان معاصر لدانيال اللي اتنين كانوا في بابل وكتبوا في بابل كويس لكن على مدار ألف سنة اتكتب العهد الأديم كلمة ربنا عشان كده إحنا لما بنتكلم عن الإعلان الإلهي إحنا في مفهوم كتابي مهم جدا بيطلق عليه الإعلان المتدرج إحنا ما عندناش الناس خل منسوخ لكن إعلان متدرج بمعنى إنه بناء ربنا بيبني بنا هذا البناء بدأ وكل واحد من رجال الله أنبياء الله اللي كتبوا كان بيبني وكان بيعطي تفاصيل أكتر وإعلانات أخرى إلى أن اكتمل إعلان الله في شخص يسوع المسيح الله بعدما كلم الأباء قديما بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه فكمال إعلان الله في شخص يسوع المسيح لكن العهد الأديم اللي إحنا بنقرأه استغرق كتبته ألف عام وكتبوا تقريبا حوالي أربعين كاتب أربعين كاتب بخلفيات مختلفة بمستوى اجتماعي مختلف بعضهم كان ملك البعض كان جاني جميز البعض كان قائد جيش البعض كان النبي ويس فبخلفيات مختلفة لكن كتاب يتكتب في حوالي ألف عام طيب أجي إلى نقطة مهمة الحروف العبرية أو الكتاب العبرية النهاردة أي واحد بيقرأ فينا النص العبري لو فتحوه بيقرأ بيعرف يقرأ أو بيدرس عبري يعرف يقرأ بسهولة النص العبري كويس لكن الحروف العبرية أو حروف الكتابة مرت بمراحل وبتطور كبير على مدار السنين يعني حتى اللغة العربية لما تطلع مثلا نص مكتوب من ربعمائة خمسمائة سنة غير لما تقرأ النص النهاردة في السياغة بتاعته أو بالحروف بتاعته بالتشكيل بتاعه اللي موجود ويس يعني ففيه اللغة دايما لأن اللغة بتعتبر لغة حية فاللغة دايما متطورة مع الوقت ويس لكن الحروف العبرية لما نتكلم عن الحروف العبرية أنا عايز أوري لحضراتكم فيديو هذا الفيديو مهم هو معلش بالانجليز لكن أنا هترجمه هو فيديو صغير لكن مهم جدا أنك تعرف العقلية اليهودية وكيف ينظر اليهود إلى الحرف يعني لما الرب يسوع يقول إلى أن تزول السماوات والأرض لا يزول حرف واحد فالحرف مهم بالنسبة لليهودي الحرف مهم كل حرف في التوراة مهم فالفيديو دا بيورينا أنه بيفتحوا التوراة اللي هي أصفار موسى الخامسة وبيجدوا أنه في حرف في التوراة متلخبط أو يعني زي ما تقولوا نزلت عليه نقطة مية أو الحبر بتاعه إنما الحرف تشوه فالتوراة كلها ما ينفعش يستخدمها التوراة كلها عشان حرف واحد ما ينفعش يستخدمها كويس لازم يستخدم توراة تكون كاملة كويس ما فيهش ولا غلطة وعش كده الحوار اللي دار دوا مهم جدا وأنا هترجم لحضرتكم هذا الحوار لكن خلونا نسمع هذا الفيديو المهم ما فيهش؟ ما فيهش؟ الفيديو دا بيقوله بيقوله طب دا حرف واحد بس حرف واحد هو اللي بايز قاله الحرف مهم دا عامل زي الكود بتاع دين ايه فكل حرف في الدين ايه مهم اللي هو يعني الدين ايه انا معرفش اسمه الحامض النووي بتاع كل واحد الدين ايه دا كل حرف فيه مهم لان كل حرف بيأكد شخصية الشخص الانسان فبيقوله انه في التوراة كل حرف مهم لو فيه حرف واحد بس مكتوب او تشوه كل التوراة تتركن على جنب ونستخدم واحد جديد ولازم هذا الحرف يتم تصحيحه دا بالنسبة اليهودي عشان انا حبيت الفيديو دا ليه لانه الفيديو دا بيورينا انه قد ايه اليهودي مهتم بالحرف وزي ما قلت قبل كده انه حتى التوراة عدد حروف التوراة بيتحسب مش عدد كلمات التوراة لا دا عدد حروف التوراة الحرف بيتحسب فكل حرف مهم جدا وعش كده لما بنيجي للنص بتاعنا بنبقى واثقين انه هذا النص عندما وصلنا يعني وصلنا بامانة لانه كان الناس دول امناء نحو النص المكتوب اجي الى الى تطور الابجدية العبرية كيف تطورت ودي دا جزء مهم جدا لانه هيجاوب على سؤال او على اعتراض البعض بيقولك انه ايام موسى ما كانتش هناك حروف ابجدية وازاي موسى يكون كتب التوراة والحروف الابجدية لم تكن قد اخترعت بعد وطبعا دا مبني على الاقتناع انه انه المصريين كانوا بيستخدموا الهيروغلفية والهيروغلفية عبارة عن رسومات هي ليست ليست حروف ابجدية لكنها رسمات لحروف وده مختلف في فرق بين انك تكتب الالف وفي فرق انه يكون الالف زي مثلا حيوان معين فانت بترسمه لكن الحروف الابجدية المتعارف عليها كيف تطورت وهل فعلا حروف الابجدية كان هناك حروف ابجدية ايام موسى ولا ما كانش هناك حروف ابجدية قد اخترعت بعد شوف التطور التطور لي الابجدية العبرية كويس هكلم عن اربع حاجات خليني خليني ابدأ من تحت ابدأ من تحت الحروف المربعة واكلم عنها بالتفصيل حروف المربعة او الحرف المربع اللي هو بيستخدم النهاردة اللي هو الحرف اللي متاخد من اللغة الارامية فبيسموه اللغة او الحرف الاشوري او الحرف المربع بحيث ان انت لو عملت مربع الحرف هيكون داخل هذا المربع كل الحروف العبرية بيسموها square script كويس هذه الحروف العبرية اللي احنا النهاردة تستخدم في كتابة التطورة ومعروفة جدا في النصوص العبرية وموجودة ايضا ورايا نفس الحروف هذه الحروف على المخطوطة اللي موجودة ورايا فدي تطورت من حاجة بنسميها العبرية القديمة العبرية القديمة الحروف المربعة دي كانت بعد السبي يعني بتحب تكلم على 400 سنة قبل الميلاد قبل السبي كان هناك العبرية القديمة ونكلم عنها اللي هي اساسا مبنية على الحروف الفينقية اول من اخترع الحروف بشكلها الواضح كانوا الفينقيين ويس فالحروف العبرية القديمة اللي هي ما قبل السبي الحروف الفينقية اللي هي بتعتبر يعني تم اخترعها سنة 1000 أو 1100 قبل الميلاد وبعدين ما قبل الحروف الفينقية كانت هناك حروف نطلق عليها بروتو سيناي أو الحروف ما قبل سينا واكلم عن التطور ده لانه مهم ووريكوا جدول لأشكال هذه الحروف اولا الحرف المربعة الحرف المربعة زي ما احنا شايفينه ورايا في الشاشة هنا كويس اللي هو فيه اخر كلمة مكتوبة بالاصفر براشيت اي حرف من الحروف العبرية دي ممكن يتحط جوه مربعة بسهولة صحش كده بيسموها الحروف المربعة او الحروف الاشورية ده الشكل الشكل اللي تبنت عليه الابجادية العبرية من بعد السبي من بعد 400 سنة قبل الميلاد كويس كل ما لدينا من مخطوطات وقصاصات من العهد القديم في اغلبها مع بعض الاستثنائيات الوليلة جدا كتبت بما يعرف اليوم بالحروف المربعة سكويري سكريب او الحروف الاشورية كويس فلو فتحت يعني حتى لو المخرج مثلا جاب السوري الممكن يجيب لي بس الوراية دي كويس الوراية دي كلها مكتوبة بالحروف المربعة بالحروف المربعة او الحروف الاشورية اللي هي متأثرة كثيرا بالارامية كويس لما عاشوا في بابل وبدأ الشعب يعرف اللغة الارامية ويتكلم ارامي فغالبا مع عزرة الكاتب بدأ الشكل الحرف العبري يتحول الى السكوير او المربع زي ما احنا شايفينه كويس الحروف المربعة تعتبر تطور طبيعي من الحروف الارامية والتي كانت تستخدم شرق الاردن من القرن الرابع قبل الميلاد بعض العلماء اليهود بيرجعون بيرجعونها الى عزرة الكاتب سنة ربعمية وثلاثين قبل الميلاد فكل المخطوطات اللي تكتبت من ربعمية وطالع ربعمية قبل الميلاد وطالع كلها تكتبت بالحروف المربعة بما فيها بما فيها في اغلبها مخطوطات كمران مخطوطات كمران بيس ده حاجة نقطة مهم لكن قبل قبل كده كان فيه ما نطلق عليه الابجدية العبرية القديمة اللي هي يعني مع الفينقية متبنى من الفينقية الفينقيين كانوا اول الشعوب اللي اخترعت حروف ابجدية وطحة ومن الحروف الابجدية الفينقية عندنا العبري وعندنا العربي وعندنا حتى اللاتيني وبعدين اليوناني والانجليز كله تأثر كل اللغات المكتوبة تأثرت بالحروف الفينقية بيرجح العلماء ان النصوص التي كتبت قبل السبي يعني النصوص اللي كتبت قبل السبي وانا هوريكو نص من هذه النصوص النصوص التي كتبت قبل السبي كتبت بالحروف العبرية القديمة اللي هي بسموها بنسميها فينوشيانز أول تسمنت سكريبت اللي هي حروف الفينقية العبرية القديمة اللي تكتب بيها النص العبري والتي تعتبر المصدر للحروف العبرية القديمة والحديدة اختراع هذه الحروف يعود القرن الحادي عشر قبل الميلاد يعني متى تم اختراع الحروف الفينقية تم اختراعها في القرن الحادي قبل الميلاد حادي عشر قبل الميلاد يعني 1100 قبل الميلاد انت بتكلم على لغة وحروف بقالها النهاردة حوالي 3100 سنة هتقول لي بس المصريين كان عندهم قريدي لغة لكن اللغة اللي كان معوجودة عند المصريين هي اللغة او الحروف الهيروغليفية رسومات وليست ابجديات ليست لترز يعني الفابت لكنها رسومات كانت موجودة كويس اجي الى نقطة مهمة جدا عندنا بوريكم منها الحروف الفينقية كويس اللي تكتب بيها نص قبل الميلاد كان في ملك اسمه حزقية حزقية بيعود الى القرن نهاية السابع بداية الثامن قبل الميلاد حزقية عمل بركة وعمل قناة كويس تاخد المية ودخلها جوه ارشالين كويس معروف اوي الناحية المعمرية لحزقية الملك لانه كان خايف من تهديد اشور وخايف انه من الحصار على مدينة ارشالين المدينة تقع فمن ضمن الحاجات اللي عملها عمل انه عمل انفاء انفاء للمية تدخل الى مدينة ارشالين وتم كتابة نص عند احد هذه الانفاء هذا النص لما جم الاتراك زمان اخدوا اللوحة دي اللوحة اللي مكتوبة على الحجارة لكن اسرائيل استطاعت انها ترجعها وموجودة دلوقتي في مكانها الصحيح هذا النقش بيورينا يعني بيورينا الفرق ما بين اللغتين بيورينا الفرق ما بين اللغتين بيورينا ازاي بيتكتب مثلا حرف الالف بالعبري اللي هو السكريبت اللي تحت اللي تحت ده هو العبري المربع وازاي كان بيتكتب بالحرف الفينيقي وازاي اللغة الفينقية تعتبر هي الأم للأبجدية العبرية للأبجدية العبرية فده تطور طبيعي للغة فأي نص كتب قبل السبي البابلي يعني أي نص بيرجع إلى القرن السادس السابع الثامن العاشر قبل الميلاد كتب بالأبجدية الفينقية اللي هي بنسميها Old Hebrew Script أو العبرية القديمة وغالبا ده اللي تكتب به النصوص القديمة قبل ما تتحول إلى الحروف المربعة تتنسخ إلى الحروف المربعة لكن قبل دوا كان فيه لغة تانية قبل ده كان فيه لغة هذه اللغة كانت لغة مهمة جدا هذه اللغة بنسميها الحروف السينائية يعني إيه الحروف السينائية حروف السينائية دي وجدت في بعض في وادي في صيناء وجدوا أنه منقوش على حجر حروف هذه الحروف مش رسومات هي حروف لغة هذه الحروف اللي بنسميها بروتو سينائي أو ما قبل سينائي هي الحروف اللي كانت مستخدمة وايس قبل اختراع الحروف الفينقية وايس وهذه اللغة غالبا كانت مخترعة في كنعان لأنه هذه اللغة كتبها الرحالة الكنعانيين في نزولهم وفي خروجهم من مصر وبيرجع اختراع هذه الحروف ما بين سنة 1200 قبل الميلاد إلى 1800 قبل الميلاد إلى من 1200 إلى 1800 قبل الميلاد وده شكل الحروف وده كتابتها على السخور فده نقش للحروف الأبجادية اللي هي بنسميها بروتو سينائي أو ما قبل سينائي الحروف اللي كانت موجودة فالحروف كانت مخترعة والكتابة كانت ممكنة وبالتالي ما حدش يقدر النهاردة يقول إن موسى زمنه ما كانش فيه حروف أبجادية فكيف لموسى أن يكتب الطورة لا كان فيه حروف أبجادية وكانت فيه حروف مستخدمة أيضا في كنعان وكانت هناك لغة متطورة تحول بعد كده اختراع أو تحول بعد كده الحروف من الحروف السينائية للحروف الفينقية للحروف الأرمية المربعة وده اللي استمر عليه الوضع كويس فده نقطة مهمة جدا وده في الرسمة دي لو جبنا أيوة الرسمة دي مهمة جدا ليه؟ لأنه بتوريني في الرسمة دي عائلة عائلة الحروف الفينقية القديمة كويس يعني مثلا عندي أول وحدة فوق دي بنسميها الحروف البروتو سايناتك أو الماقب لسيناتك اللي هي بتعود لسنة 1200 إلى 1800 قبل الميلاد لو رحنا تحتها بنلاقي الفينيشينز أو الفينقية لو رحنا تحتها بنجد أنه الفينقية قريبة جدا من الأولد هبرو أو العبرية القديمة اللي هي قبل السبي يعني حتى لو عملتوا مقارنة ما بين الفينقية والعبرية القديمة تجدوا أنه التشابه يتعدى 90% حتى في رسمة رسم الحرف نفسه وبعدين بنجد الأرامية أو العبر الأرامي اللي هو الـ Square Script ويس وبعدين بنجد أنه إزاي اللغة الجريك اتخذ من الفينقية واللغة اللاتينية اتأثرت بالفينقية وحتى الإنجليزي يعني لما نقولي نهاردة The mother of alphabetic أو أم أم الحروف الأبجدية تعتبر الحروف الفينقية يعني ده معروف كفاكت كحقيقة فالنهاردة الإدعاء بأن موسى لم تكن هناك حروف أبجدية زمن موسى يكتب بيها التوراة هذا الإدعاء سقط ليس له أي أساس ولا يبنى على أي أساس تاريخي لأنه التاريخ بيأكد لنا أنه هناك كانت حروف وهذه الحروف منقوشة منقوشة على حجارة قديما بتعود إلى زي ما قلت لحضراتكم بتعود اختراعها إلى 1200 إلى 1800 قبل الميلاد وموسى كتب سنة 1400 قبل الميلاد فبالتالي كانت هناك حروف أبجدية معروفة كتب بها موسى التوراة طيب يعني أتمنى الجزء ده يكون واضح جدا أجي إلى جزء آخر يعني الجزء اللي فات ده ورانا تطور الحروف من ما قبل ما قبل سينة الفينيقية ويهمني أو الحروف الحرف المربع أو الحرف الأشوري كويس أجي إلى أدوات الكتابة زمان كانوا بيكتبوا على إيه استخدموا إيه عشان يكتبوا أول حاجة استخدموها استخدموا الصخور زي ما وردت لحضراتكم في رسمة اللي فاتت إنه كتبوا على الصخر أو على حجارة عشان كده حتى في أيوب أيوب اللي هو معاصر ليه كان لإبراهيم ده حسب إيماننا ودرستنا للكتابة المؤدس نقدر نقول إنه أيوب كان قبل فترة موسى قبل النموس المساوي كويس حيث لم يكن هناك كاهن ولم تكن هناك زبائح معينة ولا نظام نموسي معين لكن كان الرب الأسرة هو كاهن الأسرة زي ما إبراهيم كان كاهن الأسرة كويس وشكده دايما نقول إنه أيوب كان معاصر أو في فترة إبراهيم طب فترة إبراهيم كيف كانوا يكتبون كويس يقول هنا في أيوب 19 وعدد 24 يقول ونقرته إلى الأبد في الصخر يعني الكتابة كانت عبارة عن نقر في الصخر بقلم من حديد بيجيب قطعة من الحديد طبعا لأنه صخر مش ينفع يجيب لا بوس ولا ولا ريشة ولا يعني أي حاجة من دول لازم عشان ينقش في الصخر لازم ينقش بألم من حديد ونقرته إلى الأبد في الصخر بقلم حديد وبرصاص يعني لما ينقش بيلون بغامق الحرف اللي كتبه كويس فده دي وسيلة من الكتاب كان زمان الناس بتكتب على الصخور وعندنا في مصر بجانب البردي عندنا تواريخ الملوك وحروب الملوك منقوشة على المعابد منقوشة على جدران المعابد منقوشة على المسلة منقوشة على جدران المقابر كويس فكان زمان الإنسان بس دوا بيبقى لنص مش كبير يعني منفعش مثلا تنقش التوراة كلها على الصخر ممكن تنقش العشر وصايا الوصايا العشر لكن عشان تكتب كل التوراة على الصخر ده صعب جدا كويس لكن وسيلة من الكتابة زمان كانت بينقش على أو بينقر على النقر على الصخور حاجة تانية ألواح من الحجر زي ما احنا شفنا في التانيل أو النفق وبركة سلوان كويس ستون تابلت يعني النهاردة عندنا أبل تابلت اللي هي تابلت بتاعت أبل أو جالاكسي سامسونج بتكتب عليها يعني الآيفون يعتبر تابلت لأنه أي حاجة بتكتبها آيباد آيباد تابلت كويس بيسموها تابلت فالتابلت هي عبارة عن لوح بتكتب عليه وكان زمان ممكن الألواح من الحجر يعني المبنى نفسه تجيب حجر من الحجارة بتاعته وتكتب عليه بيسموه ألواح من الحجر ثم قال الرب لموسى انحط لك لوحين من حجر اللي هي كتب عليهم الوصال عشف مثل الأولين فأكتب عنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين الذين كسرتهما يبقى الرب قال لي موسى هات لوحين من الحجر فموسى جابتوا تابلت من حجر حجمهم يمكن أكبر من ده وكتب على اللوحين الحجر الوصال عشف يمكن حتى تلاقوها في الأفلام فيلم الوصال عشف في فيلم الخروج لو دورت على النيت وكتبت الوصال عشف هيجيبهم لك موسى رافع حجرين كويس منقوش عليهم فالكتابة على الحجر كانت أيضا متاحة ومعروفة للعالم القديم أنه يكتب على ألواح من حجر كمان كان فيه ألواح خشبية ألواح من الخشب ممكن الإنسان يجيب لوح من الخشب وأيضا بألحادة يكتب على اللوح الخشبي كان كمان بيجيبوا ألواح فخارية الفخار معروف جدا من أشهر مواد الكتابية التي استخدمها في الشرق الأدنى القديم كان قطع من الفخار المكسر قطع من الفخار طب أنا عندي زلعة مثلا لسه أنا عندي زلعة في البيت بحط فيها الجبن القديمة بعد فترة الزلعة دي كسرت مش برمي الفخار ممكن أستخدمه أستخدمه أعمل بإيه ممكن أكتب عليه فكان قطع الفخار الكبيرة كان ممكن تستخدم للكتابة تستخدم للكتابة وعندنا كتير في الاكتشافات القديمة للعالم القديم عندنا يعني ألواح فخارية مكتوب عليها باللغة المسمارية كثيرا جدا تعود إلى القرن السوع ترعود إلى الألفية التانية قبل الميلاد ودي صورة من الصور قطع من الفخار بيكتب عليها ويا ما لقينا ويا ما العلماء في بحثهم وفي تفتشهم وجدوا قطع فخارية كثيرة مكتوب عليها نصوص وهذه القطع كلها بتجمع ويتم ترجمتها سواء كانت وصية سواء كان يعني عهد سواء كان أمر من أمور مكتوب على ألواح من الفخار سواء فخار معمول مخصوص لكده أو فخار مكسر وبيستخدم كويس النحاس النحاس كان سهل تشكيله فبالتالي ممكن يتعامل درج من النحاس لأنه ممكن يتلف كويس فمثلا وجدنا في مخطوطات قمران وفي كهف رقم واحد درج من النحاس موجود ملفوف كويس كتبين عليه وسهل الكتابة على النحاس عن أنك تكتب على حديد أو ألمونيوم يعني فالنحاس كان أيضا بيستخدم فيه الكتابة لكن أهم حاجتين أهم حاجتين يخصونا وبالأخص لما أتكلم على مخطوطات أهم حاجتين يخصونا ورق البردي وجلود الأغنام الحاجتين دول مهمين جدا ليه لأنه بالأخص إذا كان عندي نص كبير مش نص صغير إذا أنا هكتب التوراة كويس لو هكتب كل التوراة وأنا هوريكو صورة التوراة مكتوبة كويس لو هكتب كل التوراة أنا محتاج جلود أغنام كويس متخيطة في بعض متخيطة في بعض بطول تلاتة وخمسين متر تلاتة وخمسين متر أتكلم على مية خمسة مية تلاتة وخمسين أدم طول بس والبردي أيضا أقدر استخدمه إن أنا أكتب على الصفحة كويس أكتب على الصفحة بتاعتي بالشكل ده وممكن أكتب على ظهر الصفحة على ورق البردي فأنا ممكن أكتب على ناحيتين وممكن أستخدم فيما بعد أقول لكم طريقة أخرى أخترعوها للكتابة فيما بعد لكن ورق البردي مهم جدا وجلود الغنم مهم جدا عشان كده يقول لنا في أرمية خلوا بالكم أرمية بيتنبأ في أرشاليم وكان هناك في ملك اسمه يهيقيم وكان هذا الملك ما بيحبش أرمية وما بيحبش نبوات أرمية كويس فأرمية كتب سفر ربنا قاله اكتب سفر أرمية فكتب سفر كتبوا ولما كتبوا غالبا كتبوا على ورق البردي كويس ولما وصل السفر دوا إلى الملك الملك ما عجبهوش كلام معنى كلام ربنا بس ما عجبهوش فراح مقطع الدرج ده وكان بيتدفى قدامه كانون عارفيني كانون صعيد كنا يولعوه يأكلوا عليه ويتدفوا عليه وكده وراح رامي الدرج ده في النار فربنا قال أرمية اكتب من جديد مش بس الكلام اللي أنا قلته لك قبل كده لكن كمان نبوات أخرى تزيد على هذا الكتاب يقول كده واكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على إسرائيل وعلى يهوزة وعلى كل الشعوب يأخذ درج لنفسي درج أو سفر ويكتب فيه أنا معرفش ده ممكن ولا مش ممكن بس أنا هسأل الأول المخرج إذا كان ممكن أنا نسيت أدخله معايا إلى الستوديو بس هو موجود برا في الشنط بتاعتي فيه زي درج موجود معايا فهل صعب يدخلي ولا سهل يدخلي طيب ماشي ملفوف كده يعني زي زي سفر آه فالدرج ده مهم جدا لإنه كان يشيل نص كبير يشيل نص كبير جدا آه آه والإنسان ممكن يقدر آه زي اللي ورايا ده بيسموه درج درج سفر يأما بيبقى من البردي أو من الجلود كويس فده ده جزء مهم جدا خلوني أورد لحضراتكم الدرج ده ده جزء مصاغر هو مكتوب عليه التوراة كلها يعني كل التوراة كل أصفار موسى الخامسة مكتوبة آه ده معمول من الورق ده معمول للناس لما تنزل إسرائيل تزور إسرائيل آه ممكن تشتريه كسوفونير آه آه أو كحاجة تسكار تخليه عندك بس مكتوب عليه التوراة كلها بالعبري مكتوب عليه التوراة كلها بالعبري وأي يهودي لحد النهاردة في أي مجمع في أي مجمع يهودي موجود في أي مكان في العالم كويس عنده التوراة لازم تتكتب على درج يعني حتى لما الرب يسوع دفع عليه سفر فدفع عليه سفر إشعياء كان مكتوب على درج زي ده كويس وكل صفحة بتبقى متقسمها إلى ثلاث أعمدة كل صفحة فيها ثلاث أعمدة يعني بيبقى بالشكل ده قدام حضراتكم بالشكل ده ثلاث أعمدة كل صفحة قاليني ألف ده كده بيبقى ثلاث أعمدة وكل عمود في حوالي 32 سطر كل عمود بيبقى في حوالي 32 سطر وعلى فكرة ده كله بيبقى مش تبعه ما ينفعش تكتب التوراة تتبعها لو في مجمع يهود التوراة تتكتبع اليد تتنسخ يدويا كويس وزي ما شفته في الفيديو الأولاني أنه حرف واحد حرف واحد بيجعل هذه التوراة غير مؤهلة للاستخدام حرف واحد اتكتب غلط أو اتشوه كويس بيجعل هذه التوراة غير مؤهلة للاستخدام بنفعش تستخدمها لازم تتصلح ليه لأنه الحرف مهم الحرف مهم فكل الكتابات القديمة كانت بهذا الشكل كل الكتابات القديمة كانت بهذا الشكل ولو ولو جات لك فرصة أنك تزور أي مجمع يهود أنا عارف طبعا في العالم العربي هذا كفر ومن عمل الشيطان لكن لو جات لك فرصة أنك تأدس كويس تروح القدس وممكن تتفرج على الحاجات دي بنفسك كويس لكن دي طريقة الكتابة طريقة الكتابة كل طورة لابد أنها تتكتب باليد والطورة التي تقرأ في المجمع لازم تقرأ وتكون مكتوبة باليد زي اللي ورايا دي بالزبط زي اللي ورايا دي طبعا دي بتكلف ألاف بتكلف ألاف يعني ممكن تخش تكلفة نسخها بس أنا ما عنديش فكرة بالزبط كان يعني التمن كام لكن ما أعتقدش إنها أقل من خمسين ألف أربعين ألف خمسين ألف إن دولار أنا متكلم على دولار إنك تعمل نسخة من التوراة ولازم تتقري من النص بتاعها يعني في المجامع لازم يقرأ من التوراة من النسخة اللي موجودة كويس فده مهم جدا طيب أجي إلى ورق البردي ورق البردي يعود اختراعه إلى إلى آه تلات تلاف قبل الميلاد مقابل أشياء يعني عندنا مثلا بعض الوثائق بتقول لنا إنه مصر صدرت خمسمائة ورقة بردي من أنقى أنواع ورق البردي إلى ألفين قيين سنة ألف وتسعين قبل الميلاد مقابل مقابل إنهم ياخدوا أخشاب كويس من لبنان يعني عشان يقدروا ياخدوا خشب من لبنان إحنا ما عندناش في مصر غابات فالخشب كان ييجي دايما بالذات خشب الأرز من شجر الأرز كان الخشب ييجي من لبنان فعلشان مصر تقدر تحصل على الخشب كانت بتم استراد وتصدير أنا بدي لك ورق بردي تكنولوجيا بتاعة الحديثة للطباعة واخد منك أخشاب خشب الأرز فبعض المخطوطات العهد القديم كتبت على ورق البردي الدرج زي ما قلت لحضراتكم هذا هو درج ده بيسموه درج كويس فالدرج هو أنك تفتح مقفولين وتفتحهم وتقرأ تقرأ منهم والعهد القديم كله كانت الكتابة في معظمه كتاب على الدرج حتى سفر إشعياء اللي وجدناه ومخطوطات قمران كلها كانت درج وعلى فكرة الأوصاف دي لما نرجع إلى خليني أقرأ لحضراتكم جزء مهم أنه أنه لما كان الإنسان اليهودي يحب يكتب حاجة كان يكتب بالنص المقدس يكتبه في درج ويختمه يختمه ويلفه بكتان ويضعه فيه إناء فخاري كويس طبعا طبعا البردي بيفسد بسرعة عن جلود الغنم كويس البردي محتاج طقس حار وجاف عشان كده مخطوطات قمران قدرت إنها تسيرفايف لسنين طويلة عشان كانت مخطوطة في صحراء في مصر أيضا عندنا البردي عاش لسنين كثيرة لإنه جو مصر بالأخص القبلي جاف وحار فلو في بلد فيها مطرة فيها رتوبة فيها درجة حرارة منخفضة البردي يبقى عمره ليل جدا طيب دي دي بردية ممكن بس المخرج يجيب لي أيوة كلها دي تعتبر أقدم بردية عبرية تعود إلى القرن الثامن قبل البلاد ومكتوبة بالخط الفينيقي اللي احنا قلنا العبرية القديمة اللي هي تعتبر العبرية القديمة كل النصوص اللي كتبت قبل السبي كتبت بي العبرية القديمة خاط الفينيقي وعلى فكرة المخطوطة دي مخطوطة دي يذكر فيها اسم أورشاليم يذكر فيها اسم أورشاليم وتعود للقرن الثامن قبل الميلاد تعود للقرن الثامن قبل الميلاد يعني يعني ممكن اليهود يستخدموها في محكمة المحكمة الدولية لإثبات أن أورشاليم هي عاصمتهم دي واحدة من المخطوطات المهمة البرديات المهمة هذه البردية مكتوب فيها الآتي مكتوب فيها من الخادمة من خادمة الملك إلى نهارات وده مكان يعني جنب جنب مدينة ريحة إلى إلى فلان اللي موجود في أورشاليم يعني دي موجودة بردية دي موجودة ودي بردية مش 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 مكتوبة على جلود معز دي موجودة على ورق البردي وتعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد الكتابة على الجلود طبعا معروفة جدا لأن الجلد بيتحمل الطقس وتغيرات الطقس كثيرا بيعيش كتير أكتر من ورق البردي إلى يومنا هذا التوراة لابد أن تكتب على جلود أي توراة أنا أتكلم على أسفر المصير الخمس لابد أن تكتب على جلد وليس على ورق بردي و من أروع طبعا ما تم اكتشافه في مخطوطات كمران هو مخطوطة إشعياء كاملة مخطوطة إشعياء كاملة اللي متكونة من سبع أوراق من أو سبع سوري سبع بسموها يعني سبع جلود متخياطين مع بعض وملففين بطول سبع متر ونص وبيس. وبارتفاع حوالي 30 سنتي كويس دي بردية إشعياء يعني اللي ورايا كلها هتشوفوا بردية إشعياء كويس ودي اللي كانت موجودة في فخار وموجودة ملفوفة في كتان وموجودة في من ضمن مخطوطات كمرار ودي واحدة من الأشياء اللي بتخلينا نؤمن أيضا النهاردة كباحثين إنه ما فيش حاجة اسمها إشعياء واحد واثنين كان عند اليهود مخطوطة كاملة على بعض الستة وستين سفر موجودين مع بعض في نفس المخطوطة أنا شخصيا كان ليا امتياز إني أشوفها في المتحف أشوفها في المتحف ليها مكان خاص في المتحف وغرفة خاصة مخطوطة الديسبلي وغالبا الديسبلي دوا مش للأوريجنال أو اللي محطوط هنا ده مش الأوريجنال أوريجنال ده يعني محتفظ في يعني حاجة كده سيكيور خالص محتفظ لكن دي نسخة منه محطوطة في المتحف وتقدر ان انت تمشي وتقرأ وتحتيك بتبقى الترجمة تقدر ان انت تشوف حتى ترجمة النص كامل ففي كل الغرفة بشكل المدور دوا محطوطة مخطوطة إشعياء كويس سبعة متر ونص وأنا بدرس في جامعة في بنسلفينيا كان لي صديق اسمه كولينت سميس ودكتور كولينت سميس كان متخصص في المحطوطات القديمة ودي صورة ليه هو في المجد النهاردة دي صورة ليه وهو ليه اواريك الصورة دي ليه صورة ليه مع بعض الطلبة وهو بيتفحص إحدى المخطوطات القديمة كويس المخطوطة القديمة دي اللي هي التوراة توراة قديمة عايزين تشوفوا طولها دا طولها وراية دا دا مبنى الجامعة الأساسي أنا عديت عدد الطلبة اللي شايلين كل واحد فيهم فارد إيدو كويس وماسك طرف من طرف المخطوطة مية تلاتة وخمسين أدم بتكلم على تقريبا خمسين متر خمسين متر طول المخطوطة بتاعت التوراة كويس دي بتتشال تتلف وتتشال وكل مرة يجتمعوا في المجمع يقروا منها طبعا هناك مخطوطات كاملة النهاردة للبيع موجودة يعني أنا لقيت مثلا دي أقدم أقدم كتاب أو كودكس دا بيسموه كودكس الكودكس يختلف عن الدرج دا بيسموه درج كويس اللي هو يتلف من ناحيتين الكودكس يختلف عن كتاب صفحة فوق صفحة فوق صفحة فوق صفحة وممكن يكتب ويش وضهر كويس هذه الكودكس عمرها ألف سنة كويس اسمها كودكس سوسين عمرها ألف سنة اتعرضت السنة اللي فاتت في أكشن اتعرضت في مزاد اتباعد بخمسين مليون دولار فيه ناس بتحب الحاجات الأديمة لكن دا بيورينا الفرق دا العهد الأديم كامل في هذا الكتاب كويس طيب ايه الأدوات اللي استخدمت الكتابة احنا شفنا اللغة شفنا المادة او النص النص اللي اتكتب ايه الأدوات والحبر كانوا يستخدم القلم وأنواع أقلام مختلفة الأقلام اللي فوق دي محطوطة من البوس مثلا كويس دا بالبوس وبيعمل يعني شربنيت او بيحده وبيعمله سن ويقدر يستخدمه في البعض كان بيستخدم الريش كويس للكتابة يختلف من انت هتكتب على ايه هتكتب على بردي ولا هتكتب على جلود في ألم من حديد يعني زي ما بيكلم الكتاب الأنواع الأقلام اللي كانت مستخدمة قديما مختلفة وكثيرة لكن كمان اللي يهمني الحبر الحبر لابد ان يكون ثلاث أنواع مع بعض مندمجين وليهم ليهم طريقة يعني يعني ليهم طريقة للطبخ رسبي معينة يطلع في الآخر الحبر اللي عايز يستخدمه فبيجيب المر وبيجيب الليبان العربي وبيجيب السخام أو اللي هو يعتبر سوادي الدخان وليهم طريقة ان يدخلوا بيها ازاي والكميات اللي تتحط تلاتة جرام من هنا وتلاتة جرام من هنا وجرام من هنا وبعد لما تتعمل وتتحط على نار بطريقة معينة تترك لمدة ست شهور يعني ما تستخدمش وتتحول الى حبر تستطيع انك تكتب به على النص المقدس ليه انا بقول الكلام ده لانه كلام ده مهم جدا احنا نعرفه انه ازاي اليهود كانوا امناء جدا في حفظهم وفي نسخهم للمخطوطات فما جيش واحد النهار ده يقول لي اه اصله اليهود كانوا بيغيروا الكتابات اليهود بيقدس الناس وزي ما شفنا انه حرف واحد في التوراة بيجعله ما يستخدمهاش لانه بيبص على كل حرف زي ما الرب يسوع قال الى ان تزول السماوات والارض لا يزول حرف واحد كل حرف بما فيهم اصغر حرف في التوراة حرف اليوت مهم جدا في الكتاب المقدس كتاب المقدس وصلنا بامانة الرب استأمن استأمن شعب مدقق جدا امين جدا اه في علاقتهم مع ربنا كانوا وحشين او قاعد كانوا بيخونوا بيعبدوا الاوسان لكن في علاقتهم مع الناس كانوا ناموسيين ومدققين هنكمل مع بعض الرحلة في اهم المخطوطات العبرية في الحلقات اللي جاية فالى ان نلتقي سلام المسيح يكون اشتركوا في القناة